تحياتي للجميع معك أبو ميلاد هذا الجزء الثاني من شرحي لكامرات كانون بتأمل من الجميع أن تشاركوا هذا الفيديو مع الآخرين وشجعوا الآخرين على الاشتراك في قناتي أيضا هاي فرصة أنك تعمل سبسكرايب وأيضا تقوم بقرع الجرس حتى يصلك كل شي جديد في قناتي في أسفل الفيديو في اليوتيوب سوف تجدوا لائحة بكل الأجزاء المتعلقة بهذا الفيديو بنصحكم تشاهدوها وتشاركوها مع الجميع في هذا الجزء سوف أتحدث عن نقاط الفوكس وطريقة عمل نظام الفوكس في هذه الكاميرا وأيضا سوف أتحدث عن المرشحات أو التأثيرات على الصور وأيضا أوضاع خاصة سينز وكيفية تعامل مع هذه الأوضاع الخاصة فسوف أبدأ بطريقة عمل نظام الفوكس بهذه الكاميرا لاختيار طريقة عمل نظام الفوكس تضغط على زر اي اف الموجود هنا وتلاحظوا عندي ثلاثة إمكانيات وانشات اي اي فوكس واي اي سيرفو فالإمكانية الأولى هي وانشات هذه الإمكانية هي لتصوير هدف ثابت لا يتحرك مثل سيارة شجرة أي شيء ثابت هذه الإمكانية مناسبة لتصوير هذا الشيء أي وانشات الإمكانية التالية هي AI Focus هذه الإمكانية مناسبة لتصوير أهداف تتحرك ولكن تحرك هذه الأهداف هو تنقل جدا طفيف مثلا إذا أردت أنصور بطريت فممكن الشخص أن يتحرك بشكل طفيف فعمليا في هذه الحالة ممكن الكاميرا تقوم بإعادة الفوكس بشكل أوتوماتيكي على الهدف الإمكانية الثالثة والأخيرة هي AI Servo هذه الإمكانية لتصوير أهداف تتحرك مثل تصوير حياة برية رياضة تصوير صحفي أي شيء يتحرك بشكل مستمر فعمليا هذه الإمكانية مناسبة طبعا الفوكس يتغير بناءا على منطقة الفوكس أو نقطة الفوكس التي اخترتها وبناءا على نظام الفوكس الموجود في هذه الكاميرا فالآن سوف أنتقل إلى نقاط الفوكس لكي تكون الصورة تتملة بشكل أفضل وللذهاب لنقاط الفوكس أو تضغط على الزر الموجود هنا في هذه المنطقة أو الزر الموجود في الأعلى بجانب زر ISO فبدأنا نذهب إلى نقاط الفوكس فكما تلاحظوا هنا استطيع أن نختار نقاط الفوكس وممكن أن أستعمل الشاشة أو أن أستعمل الأزراء الموجودة هنا للتنقل بين نقاط الفوكس فعمليا ممكن اختيار نقطة واحدة كما تلاحظوا وممكن أختار مجموعة نقاط وهي عبارة عن 9 نقاط فإذا اخترت 9 نقاط الكاميرا ستقوم باختيار أحد هذه النقاط بناء على النقطة الأقرب للكاميرا أو النقطة التي يوجد بها تضريس أكثر وطبعا أستطيع أن أحدد مكان نوجود هذه النقاط في اليمين يسار أعلى أسفل أيضا أستطيع أن أختار منطقة واسعة كما تلاحظوا هنا فعمليا عندي ثلاث مناطق يمين وسط يسار أنسحكم أتجربوا هذه الأمور أو أستطيع أن أختار الإمكانية الأخيرة وهي اختيار تلقائي أي أن الكاميرا ستقوم باختيار نقطة الفوكس بشكل تلقائي بناء على هدف الأقرب للكاميرا أو المنطقة التي يوجد بها تضريس أو تباين أكبر للألوان الآن سوف أتحدث عن تأثيرات أو المرشحات يمكنني اختيار هذه المرشحات أو التأثيرات عبر قرص الأوضاع في الأعلى واختيار الأيقونة التي تحمل ثلاث دائرات متداخلة كما تلاحظوا على الشاشة مرشحات إبداعية وهنا أستطيع أن أختار التأثير الذي أريده على الصورة فتلاحظوا عندي عدة تأثيرات مثل HDR تأثير كاميرا بسيط طبعا هنا تغيير الألوان تأثير اللوحة مائية تأثير عين السمكة أبيض وأسود إلى آخره بنصحكم جربوا هذه الإمكانيات بس هنا نقطة مهمة للتوضيح هذه الإمكانية تعمل فقط على ملفات JPEG إذا صورت باستخدام هذه المرشحات لا تستطيع أن تعود إلى الصورة الأصلية لذا دائما أنصح أن لا تستخدم هذه الأمور فقط قم باستخدام هذه الأمور عبر الكمبيوتر مفضل أن تحصل على الصورة الأصلية وبعد ذلك تقوم بعمل تعديل أو تأثير على الصورة باستخدام نسخة من الصورة الأصلية النقطة الأخيرة في هذا الجزء هو منظر خاص اختيار المنظر الخاص أو الوضع الخاص لذلك عبر قرص الأوضاع اختيار إمكانية SCN كما تشاهدوا هنا بعد ذلك عبر الشاشة تستطيع أن تختار المنظر اختيار المنظر بالضغط على الشاشة وتلاحظوا أن هناك أوضاع خاصة لتصوير أمور مثل صورة جماعية أطفال طعام طوء شموع ليلي إلى آخرين فالكاميرا ستقرر أفضل إعدادات لتصوير مثلا طعام بناءا طبعا على الإضاءة في مكان التصوير ونوع العدسة التي تستخدمها وبعد الكاميرا عن الهدف وتستطيع أن تصور بناءا على هذه الإعدادات إذا اخترت أي منظر خاص من هذه الإمكانيات مثلا دعنا نقول أطفال فسوف أختار موافق فهناك إمكانية لتحكم بمنظر الأطفال أو وضع الأطفال وذلك عبر الضغط على زر Q فعندي عدة إمكانيات طبعا تحدثت عن زر Q فممكن أن أقوم باختيار منظر آخر أحدد السطوع هل أريد أن تكون الصورة ساطعة أقل سطوع أكثر إلى آخره وأيضا كيف أريد أن أصور هل أريد أن أصور في تصوير سريع مؤقت إلى آخره أيضا هل أريد أن أستخدم الفلاش بشكل عام دائما إذا اخترت أي منظر أو أي مرشح دائما في عندي إمكانية لبعض التعديلات أو بعض الإختيارات عبر الضغط على زر Q فنصحكم تجربوا هذه الإمور حتى يكون الإشيء أكثر واضح شكرا على المشاهدة ومرأة أخرى أدعوكم للإشتراك في قناتي في النهاية أتمنى للجميع يوم سعيد إلى اللقاء مع تحياتي أبو ميلاد